إنسان ذو قوة اجتماعية أو ما شابه ذلك فاقتصب ساعة من الساعات الثمينة فلو أنه اقتصب منك هذه الساعة فلا يدوز أن تبيعها لما؟ لأن هذا المشتريط قد لا يتحصل على هذه الساعة فيحصل النزاء والشفاق أو يحصل عليها ويحصل الغضن من جهة البائع لكن يجوز أن تباع على غاصبها لأنها في يده فهو قادر على تسليم بل هي في يده أو من له ولاية على الغاصب فقد يكون البيع مثلا على والد الغاصب وله قدرة على ابنه فيجوز أن تبيعها لما؟ لأن الشرط هنا قد تحقق وهو القدرة على التمليك والاستلاة وإلا فالأصل أن الشيء المغصوب لا يجوز بيعه إلا على غاصبه أو ألا من له قدرة على أن يأخذها من غاصبها ترجمة نانسي قنقر